كتف في كتف زي ما قالت الأغنية دي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني بهدف رفع الأعباء على كاهل المواطنين المبادرة دي بتستهدف عدد كبير جدا من المواطنين وبتستهدف شرائح كتير جدا وتوقيتها يعتبر هو توقيت في غاية من الروعة قبل شهر رمضان المبارك دي هتكون فقرتنا النهاردة هنتكلم عنها بالتفصيل معي الأستاذ محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح الخير يا فندي صباح الخير يا فندي مبروك المبادرة الجميلة دي وبنا بارك فيك ودي أقل حاجة ممكن تتقدم لأهلنا الطيبين في مصر إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل مع الأستاذ محمد سيف بعد استعراض هذا التقرير تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق فعاليات مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر وانطلقت المبادرة الجمعة في 16 محافظة بالتوازي وذكر بيان للتحالف أن تلك الفعاليات تشمل تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وقبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي المحافظات الست عشر بمشاركة متطوعي التحالف وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تأتي مبادرة كتف في كتف بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بتقديم أربعة ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات الجمهورية التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات مؤسسة حياة كريمة علنت مشاركتها في مبادرة كتف في كتف في ثلاث محافظات هي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر وذلك لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقام المتطوعون في المؤسسة بعملية نقل الكاراتين تباعا في شكل سلسلة منظمة استعدادا لتسليمها إلى المواطنين تمهيدا للانطلاق في القرى أهلا بحضراتكم من جدد التحييبية الأستاذة محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري عضو التحالف الغطني العمل الأهلي التنموي أهلا بحضراتكم مرة تانية أهلا بحضراتكم كتف كتف كلمنا عن المبادرة بقى بالتفصيل خليني بس في البداية الأول نقول للسادة المشاهدين كل سنواته طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم بقى أيام قليلة على شهر الخير ويمكن إحنا ده أفضل وقت تم إطلاق فيه مبادرة كتف في كتف زي ما حضرتك عارف أن العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية كبرى وأكيد مصر متأثرة فكان واجب علينا طبقا لتوجهات السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن احنا دايما نكون مع أهالينا الطيبين الأسر الأكثر احتياجا في مصر فمن هنا أطلق التحالف الوطني العمل أهلي التنموي مبادرة كتف في كتف وهي مبادرة بتستهدف تعبئة وتوزيع 4 مليون كارتونة على الأسر الأكثر احتياجا بتغطي كل محافظات مصر بالكامل لغاية أبعد نقط لغاية المحافظات الحدودية احنا بنروح في كل مكان بنستهدف الأسر الأكثر احتياجا بنقول لهم أن احنا مع بعض هنفرح أن احنا مع بعض ما فيش أي حاجة ممكن تأثر فينا وكلنا موجودين جنب بعض بتوصلوا للأسر دي ازاي؟ بنوصل للأسر دي من خلال قواعد بيانات حضرتك زي ما حضرتك عارف أن التحالف بيضم 34 جماعية ومؤسسة أهلية من أكبر جماعات ومؤسسات الأهلية في مصر كلهم عندهم قواعد بيانات بالأسر الأكثر احتياجا بنجمع قواعد البيانات دي في الشيتات وبرامج معينة بحيث أن احنا ما نعملش عملية دابلرة للأسرة هي هيها بحيث أن الخدمات نقدر أن هي توصل للأسر المستحقة طيب القاعدة البيانات دي أنتوا جمعتوها إزاي؟ هل نزلتوا ميدانياً ليهم ولا هم جلكم ولا إلي؟ بالفعل يا فندم جميع المؤسسات والجماعيات الأهلية داخل التحالف بتملك عدد كبير من الشباب المتطوع اللي بيقوم بعمل أبحاث ميدانية من خلالها بيقدر أن هو يعرف الأسر دي محتاجة ولا لا أو من خلالها بنودي المساعدات والخدمات لأهلين طيب لو أسر ما طالهاش البيانات أو ما طالهاش الشخص اللي نزل عشان يجمع البيانات دي بتعمل إيه؟ الأسر بتيجي لجميع أكتر فيه أكتر من مؤسسة وجماعية عندها أفرع كثير في محافظات مصر كلها فالأسر بتتوجه لها وبرضو بيتم بحثها بيكون فيه ورقة ومستندات طبعاً 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 بالزبط كده مش معنى أنه هو جالي وطلبي بقى هو مستحق فبالتالي أنا النهاردة بتحقق منه إذا كان هو مستحق فبببدأ كمان ممكن ما يكونش واقع في النطاق الجامعية أو المؤسسة اللي هو جاي لها ببدأ أن أنا أوجهه يروح فيه المحافظات اللي بدأت فيها هي ايه؟ إحنا انطلقنا الجمعة اللي فاتت فيه 16 محافظة القاهرة، الجيزة، الفيوم، بنسويف، أسوان، الدأهلية، الشرقية، الغربية، كل المنوفية كل دي محافظات مصر كنا متواجدين فيها قبلها يوم الثلاث كنا في محافظة جنوب سينة طيب غطوط المحافظات اللي انت نزلتوا فيها يعني خلاص وزحتوا طبقاً لقاعدة البيانات اللي عندك وزحتوا لكل الناس؟ لا ده دي البداية بس، البداية، البداية بس، لكن احنا مكملين ومستمرين لغاية نهاية شهر رمضان الكريم دول أربعة مليون كارتونة وان شاء الله كمان الخير يزيد ويكون أكتر من كده مش بس احنا بنوزع كارتين، لا ده احنا كمان فيه معارض ملابس بنقوم بتوزيع ملابس على القسر اللي محتاجة فيه زي لحاف الخير والبطين، فيه حاجات كتيرة اوه احنا بنقوم بتوزيعها محتويات الكارتونة دي ايه فان؟ محتويات الكارتونة دي اولا احنا بنركز واحنا بنعمل الكارتونة ان هي بتكون بتجتمل على كافة المحتويات اللي تفيد أسرة مصرية مكونة من أربع إلى خمس أفراد فيها كل حاجة طوال شهر رمضان الأسرة ممكن تكون محتاجاها من مستلزمات وسلعة غزائية من الضبط كل المواد الغزائية اللي بتلزم الأسرة المصرية في خلال شهر رمضان كلها داخل محتوى هذه الكارتونة وبتكفي لمدة شهر الأسرة اللي أربعة وخمسة دول؟ بالزبط كده فانا هي تقريبا وزنها بيتعدى الستة وعشرين كيلو ودي بتكفي أسرة من أربع إلى خمس أفراد طوال شهر رمضان لو أسرة مكونة من أكتر من خمس أفراد ستة سبعة تمانية ممكن ياخدوا كارتونتين ولا هي كارتونة للأسرة الوحدة؟ يعني دي طبقا طبعا لقاعدة البيانات إحنا بنبقى ماشيين فيه سيستم معاين إحنا ماشيين عليه عشان نقدر أن نغطي عدد أكبر صحيح طيب بتوزعوا الكارتين دي إزاي؟ هل معكم متطوعين ولا بتوزعوها إزاي؟ خلينا أقول لحدتك أن التحالف الوطني بيملك جيش من المتطوعين متطوعين ابتداء من الأطفال لغاية كبار السن المتطوع النهاردة معاتش هو شايفهمهم في الصورة على الشاشة؟ اللي حضرتك شايفهم دول دول جزء بسيط من فرق المتطوعين اللي موجودة في كافة المحافظات المصرية ومش بس في المحافظات لا ده كمان في المراكز وفي القرى لدينا متطوعين في كافة الأماكن المتطوعين النهاردة مدربين على أعلى مستوى إزاي أنه هو النهاردة يستقبل الحالة أو الأسرة اللي هي الأكثر احتياجا إزاي النهاردة أنه هو يتحقق من صحة توصيل هذه الكارتونة إزاي عملها بشكل وبأسلوب يكون شكل لائق زي ما حداك عارف أنه نحن الشعب المصري والأسرة والمصري الأكثر احتياجا هي أسر متعففة ما ينفعش أنه النهاردة أنا مش بديله منه أو هداية مني لا ده هو ده حقه علي اللي هو بياخده المتطوعين دول مثلا طلبة في الجامعة ولا خرجين وهل بيتقادوا مرتب ولا هم متطوعين بمعنى الكلمة لا فندم هم متطوعين بمعنى الكلمة متطوعين بوقتهم وبجهدهم بكل حاجة المتطوعين دول الأكثرية طبعا شريحة كبيرة منهم من الشباب يمكن المتطوعين كانوا محظوظين وخليني من خلال حضرتك أوجه الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر المتطوعين في استفاف قرية المعصرة بمحافظة المينيا الأخير ووجه لهم التحية والشكر على المجهود العظيم اللي هم بيبذلوا داخل مراكز وداخل مدن وقرى محافظات الجمهورية كلها يمكن ده كمان خلنا كمتطوعين بقى على عاطقنا مسئولية أكبر اتجاه بلدنا واتجاه سكة سيد الرئيس فينا ان احنا كمان نستمر في ان احنا نكون فعلا يد بتساعد البلد في ان هي النهاردة تنهب بكل الطرق ان احنا نعدي من اي أزمة او أدنية ما احنا موجودة فيها البلد الموادرة الرائعة دي واللي انتوا بدأتوا فيها ونالت استحسان الجميع هل بتفكروا ان هي ممكن تستمر بعد رمضان كمان؟ طبعا يا فندم احنا المبادرة دي هي كانت نتاج لعدد كبير من المبادرات اللي تم اطلاقها قبلها من خلال التحالف الوطن العامل الآلة التنموي عذاك يا فندم احنا في مبادرة خيرك سابق في مبادرة كطار الخير كل دي مبادرات كانت برضو بتستهدف الأسرة الأكثر احتياجا احنا دايما موجودين مع أهلنا في كل المحافظات التعاون بين الدولة والمجتمع المدني اللي بيظهر في هيئة مبادرة دي شايفها ازاي؟ يعني خلينا اقولك ان المجتمع المدني بعيش فترة زهبية ما حصلتش قبل كده المجتمع المدني قبل عام 2022 كان بيشتغل في جزر منعزلة بعيد عن الدولة كل جماعية او كل اهلية بتشتغل لوحدها عندها شغلها وعندها قواعد البيانات بتاعتها وشغلة مع نفسها لكن السادة الرئيسة ما اعلن في عام 2022 ان هو عام المجتمع المدني ده ادانا مسئولية اكبر ان احنا لازم نكون شرقاء للتنمية في بلدنا يمكن كمان من خلال التحالف الوطني اللي عمل اهل التنموي اللي بيعتبر اكبر كيام جمع تحت مظلته اكتر من 34 جماعية ومؤسسة ده ساعدنا كمان ان احنا منكنش متنافسين لا احنا شرقاء نجاح كلنا مع بعض احنا كلنا بنشتغل مع بعض فريق عمل واحد كلنا بنكمل بعض زميلي في مؤسسة اخرى عنده خدمة طبية انا عندي خدمة توعوية زميل الاخ اللي عنده خدمة بيساعد سواء مساعدات عينية او بيساعد مساعدات غزائية كلنا النهاردة بنشتغل بهدف واحد بس ان احنا نخدم بلدنا ومن خلال التحالف الوطني هو قدر ان هو يوحد جهودنا وينظم العمل الاهلي داخل مصر التكاتف التكاتف بين الكل علشان نخرج بنخرج يليق باسم مصر بالزبط كده وخلينا اقول لحضرتك ان مصر تمتلك مجتمع مدني وطني عنده استعداد على النهوض بالبلد كويس جدا لديها الكثير من الافقار والخطط لديها الحماس ان هو يشتغل ويقدي خلاص وين المصر ويكون شريك اساسي في بناء الجمهورية الجديدة هل دركه فقط وتوزيع السلع الغزائية واعانة الاسر ولا ممكن مثلا تعمل لهم بعض المعارض اللي متفوق في حاجة اللي بيقدر يعمل حرفة يدوية ان هو يقدر يسوق منتجاته بالفعل يا فندم في كثير من الجماعيات بتقوم بهذا المجال يمكن كمان منها مجلس الشباب المصري هو بيساعد في تطوير الملف ملف الحرف اليدوية من خلال ان هو النهاردة بيأهل وبيضرب السيدات تحديدا العاملات في هذا الملف يمكن كمان النهاردة بنقوم بعمل معارض ليهم عشان نقدر ان احنا نسوق من خلال المعارض دي منتجاتهم ونقدر ان احنا النهاردة نعمل لهم تنمية مستدامة انا مش محتاج ان انا النهاردة كل شهر ان انا اساعدو لا انا محتاج ان انا اوجد لفرصة عمل يمكن كمان احنا في مجلس الشباب المصري بنقوم بعمل ملتقيات توظيف بنضرب وبنأهل شباب وبنعدهم وبنعمل ملتقيات توظيف النهاردة من خلال ملتقيات التوظيف دي بنقدر ان احنا نوفر فرص عمل لكثير من الشباب بنقدر ان احنا النهاردة نحارب الهجرة الداخلية اللي هي النهاردة كل واحد جاي داخل على مقاهرة عشان يشتغل فيها لا ده انا بحاول ان انا وجد له فرصة عمل داخل المحافظة بتاعته بتفتح له حياة جديدة بالزبط كده مش مقتصر دورك انك بتقدم له مثلا اكل او سلع غزية خلاص وتنتهي دورك بالاضافة للعديد من البرامج التدرابية والتوعوية اللي احنا بنقوم بننفذها في مجلس الشباب المصري مدى تعاون المصانع والشركات معاكوا ايه بقى عشان يديكم الحاجات دي بأسعار مخفضة شوية لان انت بتدوها للأهالي ببلاش مجانا مدى التعاون ده ايه والله الشعب المصري ده شعب عظيم وفي وقت الازمات بيبان معضانه اصيل اه يعني اللي حضرتك شايفه ده هي ملحمة متكاملة ما بين اه شباب وما بين جمعيات وما بين رجال اعمال ما بين متبرعين ما بين اصحاب مصانع هي كله كله شارك فيها احنا الجمعة اللي فاتك كنا موجودين في 16 محافظة لك ان تتخيل ان كثير من الاسر اللي كانت شايفانا شغالين في هذا الملف كلها ناس اللي عاوزة تسعب معانا عاوزة تقف معانا عاوزة تشارك معانا الناس كلها حسة بالازمة اللي العالم كلها فيها والناس كلها فعلا متكادفة مع بعض كتف في كتف هو مش مجرد شعار طم اطلاقه لا ده هي فعلا كلمة معبرة جدا عن حالتنا كشعب مصر كله مع بعض طيب جهود التحالف ده يا فنم خلال شهر الرمضان يعني انت توزعوا الكاراتين دي اعتقد قبل شهر الرمضان كلها تخلص لان الحاجات دي هتبقى مستلزمات لشهر الرمضان خلال شهر الرمضان في حاجات تانية ممكن تقدموها طبعا في حاجات تانية ان شاء الله بنعدها وبنجهزها عشان خطر شهر رمضان احنا موجودين طول ما اهلنا محتاجنا كلنا هتلاقينا موجودين المبادرات الكتير اللي انتو بسم الله ما شاء الله بتعملوها وبتفيد عدد كبير جدا دي من الناس اهميتها ايه للشعب المصري مع بعض اهميتها النهاردة في تلاحو ما بين الشعب المصري ومع بعض انا النهاردة اخويا او جاري اللي محتاجني النهاردة انا ممكن اكون مكانه بكرة ويكون محتاجه فانا لازم ان انا النهاردة وده مش جديد على الشعب المصري الشعب المصري طول عمره كريم مع بعض احنا مش اول مرة اللي بيحصل النهاردة ده بيحصل كل يوم وبيحصل كل ثانية في بلدنا كلها يمكن ما كانش بيبقى مش شاف لكن احنا تعودنا زمان اهلين كانوا بيخبطوا على جرانا يودوا لهم من الحلوات اللي هم عاملينها جاري تاني يوم بيخبط علي بيبدلني نفس الشعور ده ده كتف في كتف ده اللي النهاردة بيحصل بس النهاردة بيحصل لان احنا متأثرين بالازمة الاقتصادية العالمية بشكل اكبر فكان لازم علينا ان احنا نساعد اهلين الاكثر احتياجا وان احنا نوصلهم في كافة المناطق لكن شعبنا شعب كريم وفي الحقيقة احنا ما بنحتاجه دايما بنتلاقاه هل انتوا عندكم البيانات دي او الاعداد دي هي اعداد يعني اعداد معينة عدد ما تقدرش تكبر مثلا لقاعدة البيانات دي فبالتالي انتوا ممكن توفروا الاسرة فرصة عمل وتدخلوا مكانة اسرة تانية ولا العدد مفتوح لكل الاسر الاكثر احتياجا بصف عنهم هو العدد مفتوح لكل الاسر الاكثر احتياجا لكن احنا برضا عندنا في التحالف سياسة مختلفة ان احنا النهاردة في مبادرات بتستهدف انا مش عاوز افضل على طول اساعد بالكارتونة انا عاوز النهاردة احل الازمة دي اخرجها ان هي تطلع النهاردة تكون اسرة منتجة عن طريق ان انا النهاردة وفعلها فرصة عمل او وفعلها كان بقى مشروع صغير اساعده في مشروع صغير ومش بساعده بديله المشروع وبسيبه وبامشي لا ده انا بتابعه بأهله بافضل معاه لغاية اما النهاردة المشروع بتاعه يقف على رجله والنهاردة ما يكونش محتاجني وكمان اقدر ان انا ساعده بعد ما كان هو النهاردة بياخد من يوم محتاج اخلينه هو يساعد حد غيره هل حضراتكم بتختاروله المشروع ولا هو بيختار المشروع وانتو بتساعدوا معاه في المشروع ده وبتدرسوا معاه طبعا حضرتك عارف ان مصر كل ما كان فيه هذو طبيعة مختلفة صحيح فممكن النهاردة انا اساعد في مشروع زراعي ممكن اساعد في مشروع الزراع سمكي ممكن اساعد في مركب صيد زي التحالف ام بي ووزع كثير من مركب الصيد على مجموعة من الصيادين لشيء منتاز عشان يقدر النهاردة يطور كمان من حرفة الصيد صحيح فكل شخص المهنة او الحرفة او المشروع اللي هو محتاجه غير الشخص التاني وعلى حسب المنطقة اللي هو موجود فيها بتجتمعوا مع الشباب دي وبتدوها المشاريع دي مجانا يعني القوارب والحاجات دي بتدوها لهم مجانا بالزبط كده ويبدأ يشتغل عليها ويبدأ يشتغل عليها وبنتابعه وبنشوف وبنعلمه وبندربه كمان على احداث الطرق اللي هي تطور من الانتاج بتاعه لان انا مش عاوز ان هو يكون النهاردة انا مش بديله حاجة وبسيبه ومش عاوزه بعد السنتين ولا بعد التلاتة يفشل انا عاوزه تنمية مستدامة انا عاوزه يفضل شغال على هذا المشروع باستمرار ويتور منه وده بالفعل اللي حصل في كثير من المبادرات اللي تم واطلقتها مؤسسات التحالف هل ممكن يسد جزء من المشروع اللي انتو عملتوله ده علشان بتحفزوه طبعا ان هو يشتغل ما خدش حاجة مجانا اكيد طبعا يا فندم في بعض يعني الدعم احنا بنقدمه له ولكن مش كل الدعم احنا بنقدمه له انا النهاردة برضو محتاج ان انا اساعد اسر تانية صحيح لان حضرتك لو قدمتله مثلا زي مركب صيد ده وخد المركب الصيد ممكن يشتغل النهاردة وما يشتغلش بكرة بالزبط لكن لو انا هو مطالب ان هو يرد جزء من المركب دي هيتر ان هو يشتغل باستمرار بالزبط فبالتالي اتعاود ان هو يشتغل باستمرار بالزبط فده شيء كويس اه طبعا وكمان انا النهاردة مش بديله يعني النهاردة زي ما حداك عارف ان العالم كله بيتطور معادش الصيد هو فكرة ان انا نزل شبكة ويه فانا بدربه ازاي ان هو يطور من الاداء بتاعه يهمني ان انا النهاردة اقدم شكل مختلف فيه من المساعدات عشان بس نوضح للسادة المشاهدين مش المراكب الصيد هي الكل حاجة بيقدمها التحالف الوطن ولكن ده هو جزء ولكن الاستاذ محمد اتكلم عنه بالنسبة للمحافظات المطلة على البحار بالزبط كده فالبحار او الانهار فبالتالي هم ده تلائم البيئة اللي هم عايشين فيها علشان ممكن مشاهد انضم لنا دلوقتي فيفكر ان التحالف بيقدم مراكب صيد لا 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 لكل الناس لا خالص فطبعا لا في محافظة مش حدودية او مش محافظة بتطلع على البحار او الانهار فبالتالي مش محافظة في مبادرة عزيمة اطلاقها التحالف هي مبادرة ازرع النهار ده احنا بنساعد كويس الفلاح المصري على ان هو يقوم بالزراعة وكمان بناخد منه المنتج بتاعه بنسوقه له طب بتقدمه له ايه بقى يا فانت بنقدم له اسمدة مثلا ولا بتقدمه له ايه تسويق المنتج نفسه المنتج نفسه اه يعني هو يزرع ويدوكو المنتج ايا كان المنتج لا طبعا بنكون فيه اتفاقات يعني القسم المختصب ده بيتفق على زراعات بس اكيد محاصيل بنكون احنا محتاجينها انتو بتروحول ومتقولوا ممكن تزراعه محصول زي القطن ده واحنا نستخدمه منكم لكن لو زرحت حاجة تانية فمش هناخدها منكم لان احنا محتاجين ده بالزبط كده طيب الزراعة بتحتاج حاجات كتير او بتحتاج الات بتحتاج اسمدة بتحتاج ري بتحتاج حاجات كتير ده احنا كمان بندربهم على طرق ري حديثة كويس عشان ان احنا نقدر النهاردة نقل من تهدير وفقد الميا خلاص فبندربهم على طرق ري حديثة بحيث ان هم النهاردة يطلع لي كمان منتجات كويسة صد محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطن العمل للأهل التنماء بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحدك يعني وضحتنا المبادرة الجميلة دي وان شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من الاستمرار في هذا المجال الرائع اللي انتوا بدأتوه ان شاء الله تستمروا في الفترة المقبلة ان شاء الله شكرا لحدك شكرا لحدك مشاهدين الكرام دي كان حوارنا عن مبادرة كتفي بكتفي تكلمنا عنها بالتفصيل بعد الفاصل عندنا فقرة اخرى شكرا لحدك ومثا معايشين هتلاقي الخير فيها بالمالين ونفاق سنين السكة هنفضل كماشين هنكمل فيها وهنكبر نحلم تاني نحلم اكتر والناس بتزيد والخير يكتر ونشوف بكرة نجيك بالغير ولا شي في الدنيا يبقى بعيد جي السعيد بنروح من حين الحين كتير بعد بعد ذاكي هتكون احنا وصلاح كتير كل اللي سمعني قولي امين استني خيرنا وخير كل مصرية وكنت فيه نفس في السكة مفيش اقوى من المصريين لما بيتجمعوا على اي حد فما بالك لما يتجمعوا على خير بس السنة دي لمتنا غير عشان لمتنا هدف هتجمع اربعة مليون كارتونة يتوزعوا على كل اللي محتاجين في كل حتة في مصر شارك بخيرك شارك لوحدك او مع غيرك شارك باللي تحبه اتبرع دلوقتي وخليك عارف ان الخير هيفضل يلف دول ما احنا كتف في كتف